بسم الله الرحيم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الرحمة العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في الحديث ويل للرجل يجذب على الناس أو يجذب على أمتي ليضحكهم ويل الله ويل الله ويل الله الحكم الشرعي للنكت والمقالب والاشتغالات التي أفعلها أكثر الناس اليوم لأسب شديد في ظاهرة النكت باللشباب كما فصلها كثير من العلماء لأن النكتة دي عبارة عن حاجة ما حصلتش فأنت بتقص قصة ما حصلتش عشان تضحك الناس في الرصاصة يقول ويلون الرجل يجذب على الناس أو يجذب على أمتي ليضحكهم ويلوا الله ويلوا الله ويلوا الله فطبعا كثير من الناس ما يعرفش أن النكت حرام شرعا وأنها تدخل في الويل والويل هو العذاب الشديد أو هو واد في جهنم يسيله نارا واد في جهنم يسيله نارا ما تستعيز منه جهنم كل يوم فما تبيعش دينك بنكتة كثير من الشباب اليوم يعني موضوع النكت دينك لازم ينكد كل يوم ويقول نكت وهم يعرفش أنه مرتكب اسما كبيرا فنهيج بقى عن المقالب والاشتغالات حتى أصبحت برامج في المزيع في التلفزيون تفعل لذلك والناس بيدحكوا عليها ويشجعوها الكاميرا الخفية الكاميرا المستخبية حلهم منهم رمز في الشلال رمز في عالف ايه كلام الفارغ الآن نشوفه في التلفزيون هؤلاء الناس الفصاق أنا أسف هذا الكلام الذين يعني يفسدون في المجتمع ويعلمون الناس الكذب ويروجونه بين الشباب يأكلون حراما ويبتكبون اسما كبيرا يعني وسيحسبون أمام ربنامج سبحانه الحسابا عزيما عصيرا من القيام نظر من شغل الكذب يعلموا الناس الكذب يعني يكفي أن أقول أقول لحضراتكم يعني برنامج من البرامج ديت في أحد انتحر بسببه في أحد انتحر من الصعيد بسبب برنامج من البرامج من هذه البرامج يسخروا منه و أصبحت الناس بتعايروا في كل حتة تشوفه فجاء له اكتئاب نفسي منتحر الاستخفاء في مشاعر الناس وإيزاء الناس نفسيا وعصبيا وكسديا اسمه عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى فطبعا منتشف كتير جدا بين الشباب دلوقتي لأسف شديد في المراحل السنوية في المراحل الجامعة يعملوا مألف في بعض بيسموها اشتغالة هو ما يعرفش أنه بيرتكب اسما كبيرا جدا جدا وبعرض نفسه لصخة الله وعذاب الله سبحانه فكل برامج اللي تشوفها في تلفزيون دي ليضحك الناس ويقولون العصوصه ويل للرجل يكذب على الناس ليضحكهم لنظرربرامج اللي تحصل رستحل كأن Tagimare عارف اللي حيحصل بيقولنا حديث بتوصيف اللي بيحصل دلوقتي كأن الحديث ده معمول لهذه الكريم ليحصل проbad Legion font يريد أن تسمحني الوقت يتقل الناس إذا كنت تحب تعمل مقالب في الناس و كذبة إبريل ومشي كذبة إبريل يعني يكسي من الناس يجي في شهر إبريل يعمل مقالب واحد يقولك كذبة إبريل عزباحنا نتباهى بالكبائر وعزباحة سنة كبير بقت سنة بين الناس ف الكذب والمقالب يتعمل لها برامج وتضر الأموال ويتقاضى الذين يفعلونها ملايين الجنيهات وهم يفسدونها في المجتمع المصلحون يطلقون تجدهم فقراء والذين يفسدونها في المجتمع وينشرونها الكذب ويعلمون الناس الكذب يبقى أسبوحها أغنياء وكما قرأت الصلاة في الحديث وكما جاء ف نتقل الله سبحانه وتعالى اذا كنت تقول نقط تبقى الله عن قول النقط اذا كنت تعمل مقالب في إخوانك في العمل أو في الجامعة تبقى الله ستبتكب كبيرا من أكبر الكبائر ورساها متوعدك وما تختارش أنت سنك صغير الموت يأتي فجأة يام كثير من الناس مات وهم في شباب لم يكنوا يعانون من أي أمراض ستبقى الله سبحانه وتعالى محمل بأسام ومعاصي وأكذيب كم أزيته فالعاملون على هذه البرامج يأكلون حرامة بشكل مباشر كل انتوا تشوفون في السلاء والأسف الشريط هذه تكسر هذه البرامج في شهر رمضان والأحتفل في شهر رمضان بالكذب على الناس وعمل مقالب وإزاء الناس والناس يتفرج والناس يتقلط بالأسف الشريط فأريت الذي يقول نقط يتوب إلى الله سبحانه وتعالى الذي يقول هذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ين يتفرج على الشلال يفهم أنه يشهد حرامة ويشجع الحرامة يريت لا انتبتفرج على essa table لا تفترض على معاصي لا تعلم辛wh ما الرأم ؟ الذاتذا وإلى لميجب داخل العلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة